صحياً الآن تم شرع في تحقيق في علم الوباء والحشرات لتحديد بؤر ونقلات حمى المستنقعات التي اكتشفت مؤخراً بولاية غردايا حسب ما علم اليوم السبت لدى مصدر طبي وقد شرع فريق يضم أطباء وتقنيين صحة مكونين في الأمراض المسمات بالاستوائية في هذا التحقيق من أجل تحديد أصل وسلسلة تنقل هذا المرض عقب ظهور خمسة أو خمس حالات مؤكدة لحمى المستنقعات من بينها امرأة عبر مناطق كل من حاسي لفحل والمنيعة والعطف وفقاً لما أوضحته أو أوضحه ذاته المصدر